ميزانية الدفاع الأمريكية تنتصر لمغربية الصحراء وتتجاهل مطالب الانفصاليين حصدت قضية الصحراء المغربية انتصارا جديدا بعدم تضمن ميزانية الدفاع الأمريكية للسنة المقبلة أي قيود تجاه تعزيز التعاون العسكري المغربي الأمريكي مع إبقائها رسميا أهم تمارين مناورات الأسد الإفريقي 2023 في المغرب إلى جانب دول إفريقية أخرى خلال منتصف العام القادم وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن صادق موقعا على قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي للسنة المالية 2023 يوم الجمعة 23 جنبر 2022 بعد مسار مصادقة تشريعية في الكونغرس الأمريكي اسمه التوافق الذي حصل بشأنه بين الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس النواب والشيوخ وسنويا تحدد ميزانية الدفاع الأمريكية التي توضع رهن إشارة تدبير البنتابون التهديدات المحدقة بالأمن القومي الأمريكي وكذا مسائل وقضايا التعاون الخارجي مع حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية عبر العالم ضمن سياستها الخارجية لا سيما في شقها العسكري والأمني وهو ما نجحت الرباط في ترسيخه مع واشنطن بعد قرار الرئيس السابق دونالد ترامب الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء منذ العاشر من ديسمبر 2020 ولقى الفشل جهودا حثيثة قادها السيناتور الجمهوري السابق جيمس إينهوف الذي شغل سابقا منصب رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ للضغط على الإدارة الأمريكية لإقرار إجراءات ميزانياتية للتضييق على المغرب إذ جاءت نسخة 2023 من ميزانية الدفاع خالية من أي شرط قد يربط التعاون العسكرية والأمنية مع المغرب بالتزامه بفتح مفاوضات مع جبهة البوليساريو الانفصالية حول مستقبل قضية الصحراء المغربية كما لم يحتفظ قانون ميزانية الدفاع الأمريكي با اقتراح سابق كان قد تقدم به إينهوف الذي كان من أكبر الداعمين للبوليساريو وأطروحتها الانفصالية بنقل النسخة المقبلة من التدريبات العسكرية الأسد الإفريقي بعيدا عن المغربي وكان هذا السياسي الأمريكي المعادي لمصالح المغرب من داخل الكونغرس الأمريكي برراء في يونيو الماضي طلبه إلى إدارة بايدن بما وصفها باء العقبات التي وضعها المغرب للتوصل إلى تسوية لقضية الصحراء ولا تخفى تجهات السيناتور السابق جيمس إنهوف المعادية للمملكة المغربية وقضية وحدتها الترابية لكنه سقط في انتخابات تجديد نصفي للكونغرس الأمريكي منبر الماضي بعد إعلان نجاح النائب عن أكلهما ماركو وين مولين في السباق على المقعد الذي كان يشغله الجمهوري إنهوف وكان إنهوف بدعم من لوبيات معادية للمغرب حاول جهدا دفع الرئيس الحالي بايدن إلى التراجع عن قرار سلفه الجمهوري دونالد ترامب لكن ذلك وفق مراقبين يظل بعيد المنالي بالنظر إلى العلاقات التاريخية بين الرباط وواشنطن والمصالح الاستراتيجية التي جمعتهما وبحكم أن القرار التاريخي لعام 2010 لم يكن وليد اللحظة بل جاء نتيجة دراسات عميقة أجرها خبراء الإدارة الأمريكية ولوحظ عكس العام الماضي أن مسار مناقشة قانون ميزانية الدفاع الأمريكي في الكونغرس ووجه بتجاهل إعلامي تم من قبل وسائل الإعلام التابعة للنظام الجزائري ونظرتها من البوليساريو وبعد توقيعه موازنة الدفاع اعتبر الرئيس بايدن في بيان للبيت الأبيض أن القانون يسمح بصرف اعتمادات السنة المالية لوزارة الدفاع وبرامج الأمن القومي لوزارة الطاقة ولوزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي ومجتمع الاستخبارات ويشمل سلطات حاسمة لدعم الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والأمن الداخلي للولايات المتحدة الأمريكية اشتركوا في القناة